في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة نحو وضع خطة تقشفية لمواجهة ارتدادات الأزمة النفطية بعد المصادقة على قانون المالية المثير للجدل تعيش الأحزاب حراكا وحربا لفظية بين المجموعات السياسية المعارضة من جهة ونظيرتها من السلطة وبين جماعة ما تسمى 19-4 وأحزاب الحكومة وفي خضم هذا الصراع السياسي يرتقب الجميع سماع صوت الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد يحيا فالرجل الذي يعمل بالقرب من الرئيس بوتفليقة كمدير لديوانه برئاسة الجمهورية ومنذ عودته لقيادة سفينة الأرندي بداية الصيف الفارطة ظل يشعل الجدل مع كل تدخل له يناقش واقع البلاد صمت حزب أو يحيا بداية من قانون المالية الذي أحدث التصويت عليه فوضى أمام أنظار جميع الجزائريين أو انتخابات التجديد النصفي بمجلس الأمة أو حتى بالتعليق على رسالة المدير السابق لدائرة الاستعلامات والأمنة الفريقة محمد ميديان المدعو التفيقة والتي أثارت جدلاً واسعاً في الساحة الوطنية أو يحيا ربما وليواجب التحفظ الذي يحتكم إليه كمسؤول رفيع في الدولة فرض عليه عدم الدخول على الخطة حتى تهدأ رياح التجاذب التي أثارتها رسالة الفريق مديان وحسب المعلومات المتوفرة فإن الأمين العام بالنيابة للأرندي عقد نهاية الأسبوع اجتماعاً للأمانة الوطنية إلا أنه لم يصدر أي بيان كالعادة حول فحوى الاجتماع الذي يكون قد تمحور حول انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة وهو الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول الصمت الذي يلتازم به ثاني أكبر القوى السياسية في البلاد